اهلا بكم ازايكم يا حلوين يا رب تكونوا خير في فيديو النهاردة جولة سريعة كده في ايكيا كنتم قدماها قبل كده بس انا دلوقتي هقول لكم الاسعار الجديدة يعني دلوقتي اي عروسة بتجهز الحاجات دي هتفتها قوي او ديكور باختلاف طبعا الاسعار لان اسعار ايكيا دايما في الزيادة وفي فيديو النهاردة هقول لكم الزيادة في كل منتج من منتجات ايكيا الابريق ده ب599 كان طبعا ارخص من كده قبل كده انا هنا في الفيديو بواريك المنتج كويس جدا وبفتحولك وبواريك كل حاجة فيه وفي الاخر انا هقول لك السعر الجديد بتاعه يعني ده كان ب129 بقى ب189 شايفين الزيادة او قد ايه كمان الكاز ده الزجاج بتاعه رقيق اوي كده وشفاف تقريبا كده هو فرنساوي كان ب99 جنيه بقى ب129 انت كأنك دلوقتي برضو روحتي ايكيا وشفتي كل حاجة بالاسعار الجديدة البولات دي هي من الزجاج والستة مع بعض ب99 جنيه كان ب49 جنيه التلات مقصات دول مع بعض اللي جربهم بيشكر فيهم جدا وبيقول عليهم حميين كويسين المقصات بقى بقى ب69 جنيه زاتت 20 جنيه هنا حنيجي عند المناديل والحامل بتاع المناديل المناديل نفسها مقاس 30 في 30 بتسعة واربعين مقاس 40 في 40 بتسعة وسبعين جنيه حامل المناديل الجميل ده بقى كان ب69 بقى بتسعة وتسعين جنيه هو مشهور قوي يعني وشكله جميل اللي عايز يستعمله بيتحط كده على الصفرة بيتحط في المناديل بتاعته الصينية دي بقى بتاعت ايكيا اللي هي شفافة كده شوية بتسعة وتمانين جنيه ده السعر الجديد بتاعها كانت بتسعة وستين بقى بتسعة وتمانين جنيه ده بقى اللي بتحط فيه الشاي وبيتحط فيه الأعشاب وكل ده بتلتمية تسعة وتسعين ده المقاس الصغير بالنسبة للهرارسة دي بقى بتاعت البطاطس بمية تسعة وعشرين جنيه كلها كده ستانلس اللي ستانلس بتاع ايكيا حلوة قوي يعني هيعجبكم جداً كمان المقشرة بتسعة وخمسين جنيه يعني من الآخر كده لو عايز حاجة ستانلس كويسة أضمنك ان كل حاجات ستانلس بتاعت ايكيا جميلة جداً المضرب ده بمية تسعة وعشرين جنيه مضرب سلكي بس كله ستانلس أحسن حاجة للستانلس بتاع ايكيا زي ما قلتلك كمان هنا المنخل المنخل ده ستانلس برضو كان بتسعة وستين جنيه بقى بتسعة وتسعين جنيه تمام؟ يعني كما تكوني رايحة كده تعملي حسابك في الفلوس قديني قلتلك الأسعار الجديدة هو عشان تبقي عارفة كمان المضرب التاني ده برضو بس اليد بتاعته لونها اسود هو يعني السلك بتاعه اللي فوق ده طاري شوية كأنه سيليكون كده بمية تسعة وسبعين جنيه كان بمية تسعة واربعين زي ما انت شايف ده مضرب تاني برضو بس اليد بتاعته اسود برضو بس ليها فتحة داري انك تعلقيها بيك كان بمية تسعة وسبعين بقى بمية تسعة وتسعين الفوت بقى الجميلة بتاعت ايكيا الشهيرة دي بتسعة وتسعين جنيه كانت قبل كده بتسعة وسبعين الفوت دي جميلة جدا لو انت عايزة تعملي كده شكل في المطبخ وتستعمليها في المطبخ دايما بيجرلهاش حاجة وقطنه جميلة اشكال الفوانيس في ايكيا كتير جدا فانت بقى لو حبه اسود حبه ابيض هتلاقي كل حاجة ايه الفانوس ده كان بمية تسعة وعشرين بقى بمية تسعة واربعين تمام عشان انت لو عايزة فوانيس بقى في بيتك تقدر انك تجيبيهم دول يبقوا دي كور حلو قوي ولو عروسة كمان هتعجبك جدا الابيض برضو نفس السعر بس اللون مختلف حنيجي بقى هنا عند الشموع الشموع اللي لونها ابيض دي بتبقى بريحة الفانيليا بمية تسعة واربعين جنيه في منها كبير وفي منها صغيرة ده الكبير طبعا وده بريحة التفاح ومنفس السعر الكورة دي بقى كورة قطيفة بمية تسعة واربعين جنيه كانت بتسعة وسبعين زي ما انتم شايفين تتحطي كاديكور برضو الفانوس ده شكله جديد برضو وجميل جدا انه فيه نقشة كده زي ما انتم شايفين في الصورة ما يتحطي فيه شمعة بيبقى شكله لذيذ قوي بتباني النقشة بتاعته الفانوس ده كان بمية تسعة وعشرين بقى مية تسعة وسبعين مية تسعة واربعين جنيه وبما اننا بقى قلنا الشموع ودخلنا القسم بتاع الشموع نشوف بقى القواعد او الحوامل بتاعت الشمة الكوباة الصغيرة المنقوشة دي بتسعة واربعين جنيه كانت بتسعة وثلاثين زي ما انتم شايفين زادت عشر جنيه هي صغيرة جدا يعني اقل من كف ايدك هنيجي كمان هنا عند الفرشة الفرشة بتاع الدهن الزبدة والزيت والكلام ده في المطبخ كانت بتسعة وعشرين جنيه زادت برضو عشر جنيه بقى بتسعة وثلاثين جنيه الفرادة دي او اللي هي النشابة بمية تسعة وسبعين جنيه كانت بتسعة وتسعين جنيه في الاول هي جميلة جدا وتقيلة كده على العجين وبتفرد كويس قوي معاكي احلى حاجة لما تبقى النشابة تقيلة هتفرد معاكي كويس جدا نيجي عند الابريق اللي استانلس ده هو فيه اياسات جوه هو قياس يعني بمية تسعة وتسعين جنيه كان بمية تسعة وسبعين برضو هو بالشكل ده كده وبيبقى فيه جوه متدرج يعني درجات زي ما انت عايزة المضرب ده بقى بتاع او الخفاقة يعني ده برضو بتخلطي برضو اي حاجة بشامل بيد اي حاجة هو لذيذ جدا ما بيخليش الحاجة تكلكع وبيزبطها كويس هو عنديه جميل جدا بتسعة وتلاتين جنيه دي بقى المقشطة بتاعت العجين بتقطعي بيها العجين بتسعة وتمانين جنيه هي بالشكل ده كده هي سيليكون في منها اللون ده وفي منها اللون احمر قد بتسعة وستين بقى بتسعة وتمانين اي نيجي هنا بقى دي المغرفة بتاعت الكوكيس بمية تسعة وتسعين جنيه هي مقاسين كده كبير وصغير علشان تصبط معاكي العجين كانت بتسعة وستين دي بقى المعلقة بتاعت تزين الترطات والكيكات بمية تسعة وسبعين في منها صغير البوز بتاعه كده وفي الكبير دي اللي بنعمل بيها بنفرش بيها الكريم شنطيه والحاجات دي على الكيك او الترطات الكوباية المضلعة دي من الزجاج برضو كأنها مقب كده شكل جديد بتسعة واربعين جنيه الوحدة نحمد الله ما زادتش كده بتسعة واربعين برضو في حاجات كده برضو ما زادتش بس الاغلبية طبعا كله في الزيادة انتو عارفين ان الاستيراد واقف بس بدأ يفتح شوية بشوية فشوية شوية ان شاء الله المنتجات كلها تبقى موجودة المناديل دي بتسعة وسبعين جنيه دي الكبيرة اللي انا قلتلكم عليها دي اربعين فاربعين وكمية كبيرة جدا اللونها ابيض كده المقلاة دي او الطاصة دي غويتة شوية كانت بربعمية تسعة وتسعين بقت بخمسمية تسعة وتسعين شايفين الزيادة قد ايه بس هي طبعا خامة كويسة جدا وهتنفعك يعني وتقيلة كده انا مجربتهاش بس اللي استعملوها قالوا كده الله اعلم بقى اه هنا العلب دي بتاعة الشاي وبتاعة القهوة بمية تسعة واربعين جنيه العلبة الطويلة دي هي كأنها صفيح كده شكلها شيك قوي لما تجيبي منها كده واحدة كده وتحط يوم على الرخامة شكل شيك جدا اه هنا الخددية دي او المخدة دي بمية تسعة وسبعين جنيه دي من الفايبر خفيفة قوي يعني يعني انا بالنسبة لي ما تستاهلش على ما اعتقد يعني ده بقى ابريء اه من الزجاج مع غطى عازل للحرارة الغطى ده من الفلين وهو كبير كده سامنته شايفين كان بمية تسعة واربعين نزل تاني بنفس سعر ومتين تسعة واربعين دي بقى بسموها هناك كاكسات هي شكل كباية كده من الزجاج تاخد ستة وتلاتين ميلي من السوائل كانت بتسعة وستين وهي برضو بتسعة وستين زي ما هي يعني رقيق قوي كده الزجاج بتاعها رقيق قوي الكراسي دي بقى كراسي تحفة بتتحمل لغاية ميت كيلو هي بالشكل ده كده من البلاستيك بلاستيك قوي قوي واللي رجول بتاعتها عالية كده شوية هتنفعك قوي لو عندك يعني بيبي لو عندك حد اطفال يعني عايزة تأكليهم ممكن تقعديهم عليه وانت كمان تقف عليه لتناولي حاجة عالية عليك بنفس سهره برضو مية تسعة وسبعين جنيه نيجي بقى للأطباق البلاستيك دي بلاستيك مقوى برضو ستة أطباق مع بعض بتسعة وستين كمان أربع ستة كبيات برضو بتسعة وستين ممكن تستعملهم عندك في البيت كويسين قوي كمان لو عندك اطفال تحط فيهم كمان اي حاجة ياكلوها زي ما هي بتسعة وستين جنيه ده طبعا المصورة او اسمها مسار تعليق المصورة البيضة دي بتاعت ايكيا شهيرة جدا برضو بيبقى معاها اربعة هوكس واثنين بوت كده زي ما انت شايفة تحط فيهم معالق تحط فيهم زرع زي ما انت عايزة بس هم بيكون مع بعض كده المصورة مبتدعش لوحدها كان الاول زمان بتتبع لوحدها كل حاجة دلوقتي لأ ما زادتش الحمد لله بمية خمسة واربعين زي ما هي نجي بقى عند النجفة دي او المصباح ده مشهور برضو هناك في ايكيا قوي ويعتبر ده ارخص حاجة بمية تسعة وتسعين والقطر بتاعه ستة وتلاتين سنتي يتحطوا فوق يعني صفرة يتحطوا فطرقة شيء جدا ايكيا الشهيرة دي برضو كانت بمية تسعة وسبعين بقت بمية تسعة وتسعين هي خفيفة قوي كده بس هي شيء جدا كأنها بلاستيك دي بقى بوكسات كده من البلاستيك ممكن ان تستعملها كمنظم والمدارس الرابطة هي يعني ممكن تحطي فيها الكتب بتاعت ولادك تحطي الكراسات بتاعتهم اي حاجة عندك كمان ممكن تستخدميه في المطبخ ممكن تخزيني فيه هدوم اي حاجة كان بتسعة وسبعين بقى بتسعة وتسعين جنيه ولو عايزة له غطة هو بيتباع من غير غطة الغطة برضو بيتباع لوحده بس هو مقابلنيش الزرعة الجميلة دي بمية تسعة وتسعين هي رائعة يعني فوق الرائع شكلها جميل جدا جدا وأوراقها كأنها حقيقية فضيعة يعني الزرعة دي برضو شلال كده صغير بتسعة وسبعين جنيه هي صغيرة كده ومالهاش فروع كتير بس الشكلها شيك قوي وده هو عاء نباتات او بوت يتحط فيه الزرع جوه البيت وبره البيت هو من استفيح المجالفن بتسعة واربعين جنيه بتسعة واربعين جنيه الزرع ده بالورد اللي لونه روز ده شكلها شيك جدا بمتين تسعة وتسعين جنيه حلوة قوي وشيك جدا الزرع ده كمان بوت كده كبير شوية يعني شكلها شيك جدا بمية تسعة وعشرين جنيه دللي بيحبوا الزرع بقى اللي بقول لكم كل الأسعار والزرع بالورد الجميل قوي ده بمية تسعة وسبعين جنيه بمية تسعين جنيه والزرع الجميل ده بالورق بتاعه المميز ده بميتين تسعة وسبعين جنيه هي شيك جدا جدا بس انا بتهيق الجغالية جدا بس انا بتهيق الجغالية جدا يعني نيجي هنا بقى للقسم بتاع المجات المج الجميل قوي ده لونه بيش كده ومضلة زي ما انتم شايفين بتسعة وتمانين جنيه والمج ده اللونه ابيض منقوش كده بالاسود زي ما انتم شايفين في الرسمة الحلوة دي بتسعة وسبعين جنيه المجات بتاعتهم للي مجرابها بقى انا جايبة منهم كزا واحدة حلوين جدا جدا وبيتحطوا في غسالة الاطباق وكمان في المايكرويف ما بيحصل لهمش اي حاجة المج ده بقى كبير شوية غويت كده بياخد كمية كبيرة المج ده بتسعة وتسعين جنيه في الاسعار الجديدة المج ده بقى مختلف سيكا كده من فوق واسع شوية وبينزل على تحت بديق ديق شوية على تحت بمية تسعة وعشرين جنيه وده بقى صينية بايريكس بالشكل ده كده الزجاج بتاعها شفاف بتسعة وسبعين جنيه في الاسعار اللي دلوقتي موجودة ودي برضو معروفة قوي في ايكيا زهرية كده من فوق واسع برضو نزلة على ديق من تحت بتسعة وخمسين جنيه تزيني بيها بقى اي مكان وتحط فيها ورد مجفف او مثلا شوية من الزلط كده حاجة شيك قوي تنفع للديكور وده موجودة كده من الزجاج الشفاف بالشكل ده كده لو شكله ممي السعر بتاعه زي ما هو خمسة وعشرين جنيه فانت بقى لو حب المجاد يجيبي منهم مثلا ستة ولا حاجة فالحق يجيبيهم بقى علشان كل حاجة بتغلى الصينية الجري دي برضو بتسعة واربعين جنيه ما زادتش هي يعتبر يعني ارخص صينية عندهم بس الشيك قوي هي من قراشا كده وحلوة قوي القرورة دي او زهرية كده بمعنى اصح بتسعة وتلاتين جنيه والزهرة او الوردة البيضة دي بتاعة ايكيا برضو بتسعة وتلاتين جنيه بتتحط كده في الزهرية اللي جنبها دي بيبقى شكلها شيك قوي ايه الرنر ده مش عارفة بكام بصراحة هو سعره في الستور متين تسعة وسبعين بس مش عارفة بقى هو زاد ولا لأ يارب تكون استمتعتوا النهاردة بالجولة دي وبالاسعار الجديدة اللي انا قلتها لكم اعملوا لايك للفيديو وكمان مشاركة لصحباتكم والعرايس الجداد اللي لسه بيجهزوا لو لسه مشتركتيش معايا اشتركي قبل ما تمشي باي بار اشتركوا في القناة